لم يغفل الأمريكيون منذ 21 عاماً على إزالة صورة قصف مبنى التجارة العالمي عن الإذهان تمر ذكرى اليوم دون وجود زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الذي قتل بغارة أمريكية في آب الماضي برجاء التجارة العالمي كان رأس مال المبرر الأمريكي والبريطاني معاً لشن الحرب على العراق بذريعة محاربة الإرهاب والقضاء على أسلحة الدمار الشامل حينها اشتعلت بغداد أو قل إنها مشتعلة منذ 2003 بغياب الاستقرار الذي فتح الباب لإرهاب داعش وأخطر منه الفوضى والفساد والتخريب وأعلنت الحرب على أفغانستان تلك التي أصبح عدو أمريكا الأول فيها صديق اليوم حيث حكم طالبان وسياسة واشنطن الجديدة في تغيير العلاقة إلى انسحاب كامل من أرض قصفت فيها صواريخ وطائرات أرض كابل وما حولها تلاشت ملامح الهجوم بتشييد برج مكانه والذي حمل اسم الحرية سابقا بينما لم يحدث هذا في العراق حتى اليوم لم يحدث الإعمار الذي يبحث عنه العراقيون لعراقهم للشوارع للساحات للمدن الميتة فوق الركام ورغم سياسة بغداد وواشنطن بحوارات استراتيجية كان لرئيس الوزراء مصطفى الكاظم فيها جولاته الماضية ببناء عهد جديد ينهي زمن الفوضى بتعاون عراقي أمريكي لبدء صفحة جديدة لا تشوبها شاعبة الإرهاب إلا أن العراق اليوم يكتوي بنيران خارجية وويلات داخلية رئيس وقليم كردستان جيرفان البرزاني أكد ضرورة مواجهة الإرهاب بتغريدة استذكر فيها هجوم نيويورك لسالة عراقية تؤكد محاربة الإرهاب حفاظا على استقرار العراق الذي يشكل ركيزة أساس في استقرار العالمي أجمع